أشهد شهادة حق أنا مش راضي خالص عن الاحتفالات اللي حصلت بمناسبة مرور سبع سنين على حكم السيسي المصر فإحنا مقصرين في الاحتفال جداً الصراحة ومناسبة زي دي كانت محتاجة مننا اهتمام واحتفال أكتر من كده بكتير لأ مش احتفال بالسيسي طبعاً ده منقلب ومجرم ومحدش طيق عادي فإحنا لازم نحتفل بالبلد نفسها اللي قدرت تصمد وتستحمل حكم السيسي ولسه عايشة وروحها ما طلعتش لحد دلوقتي من سبع سنين وبالتحديد يوم 8 يونيو سنة 2014 طالع البلح هو علينا عشان يحلف اليمين لمؤاخذة دستورية ويبقى رئيس مصر والحقيقة يعني ان السيسي ما كانش مستني اليمين الدستورية دي عشان يمزك البلد هو كان بيحكم من قبل كده بسنة عادي من وقت ما عمل الانقلاب وكان بيستغل ان الحاج عادل منصور نومو تقيل شوية وبيساهيه وهو نايم ويفضل يحكم ويعمل كل اللي هو عاوزه يحبس في الناس بقى يقتلهم ينزلهم يعملوله تفويض يعمل مدابح ويفضع تصمات سلمية بالقوة أي حاجة انه في مرة لقى نفسه فاضي وما فيش وراء مجازر يعملها فراح رقى نفسه من فريق لمشير عادي جدا بس مع كل ده واضح ان السيسي ما كانش راضي برضه ولا مبسوط وحاسس انه متأيد كده فقال لك لا انا لازم بقى رئيس الجمهورية عشان اخد راحتي في خراب البلد وعلى طول السيسي ما كدبش خبر ولقنا داخل علينا الانتخابات من غير برنامج رئاسي طب فين برنامجك عام؟ قال لك معلش بقى شكل واقع مني وانا جاي هو كان يلزمكو في حاجة البرنامج ده وراح السيسي جاي بكمبارس من على قهوة عشان يترشح قصاده وعمل انتخابات عديق كده وكسبها بعد صراع شرس مع الاصوات البطلة اللي كانت بتنفسه وبقى رئيس جمهورية زي ما كان عاوز ويا دوبك نجح من هنا ولقنا قفل باب البلد علينا من جوه وحط المفتاح في عبه ونزل فينا طحن وما سبش في البلد حتة سليمة قمع وحبسوا اعدامات وتلفيقتهم لكل الناس تلاقي رفع اسعار سلع وخدمات وإلغاء دعم وضرائب بالكوم تلاقي لحد ما الناس جاعت وفتقرت وقالت جاي بس كان فيه شوية ناس كده سزج ولسه عندهم امل وقالوا ها دي يعني طالما السيسي طلع مجرم وقتال قتلة كده واممرر علينا حياتنا خلاص احنا نسقطه في الانتخابات الجاية عشان يبقى عبره ويا درما دخلك شر وللأمانة يعني السيسي فعلا عمل انتخابات في 2018 بس حبس كل المرشحين اللي كانوا نويين ينزلوا قدامه وكان فضله شوية ويحبس الناخبين كمان والحمد لله قدر ينجح بتفوق ويمسك فترة تانية عشان يكمل اللي كان بدأه ويشوف فيه ايه لسه مبص في البلد عشان يلحق يبوزه والبلد بقت غرقانة في الديون والكباري بفضل سيادته يقول كده يعني هي مسألة وقت وهنخلص منه ومش هيرى فيكمل في حكم البلد ما مستحيل هيلغي الدستور يعني السيسي قال لا طبعا دستور إلا الغي هو أنا مجرم للدرجات دي أنا مش هلغي ولا حاجة أنا هعدله بس ساعتي وهحط فيه شوية فترات رئاسية كتيرة كده عشان أحكم فترة بسيطة كمان للأبد كده ولا حاجة يعني وبعد كده همشي على طول إن شاء الله ده اللي الناس شافوه على ايد السيسي في السبع السنين بتوع حكمه اللي دقوا فيهم الظلم والفقر والجوع بس طبعا كل اللي الناس شافوه ده مش مهم ولا الناس نفسهم مهمين ما وحنا أكيد مش هناخد رأي شوية ناس في حكم زعيم ملهم عبقاري زي السيسي يعني المهم إن السيسي نفسه هو وسلطته شايفين إن السبع سنين اللي عدوا دول كانوا مليانين إنجازات ونجاحات ومعجزات ملاش عدد وإنه لو لا البلد كانت هتنهر وتضيع وتروح في شربة مية بس الحمد لله السيسي نزل علينا فجأة من عن ناخلة عشان ينقذ البلد ويوصلها البحر الأمان والتقدم والاستقرار والمشاريع والعواصم الإدارية والسيسي قال لك طب الحمد لله أنا مقتنع بنفسي وبإنجازاتي وراضي عن كل اللي عملته ودمي خفيف على قلبي قوي وبحبيني موت بس الدم مش كفاية الناس للأسف شكلهم مش شايفين كده ما تعرفش بعد العمي ولا عندهم مية بيضة على عينيهم ولا ي فاحنا لازم نتصرف ونخليهم يشوفوا الإنجازات اللي محدش شايفها غير السيسي دي ونفضل نقولها ونكررها ونفخمها لحد ما يقتنعوا بيها غصب عنهم شاء الله حتى نكتفهم ونسيقهم الإنجازات دي ببقهم بالعافية والكلام ده كله ظهر في طريقة احتفال الإعلام السنادي بسبوع سيادة الرئيس في حكم مصر الإعلام كله اتجمع الفترة اللي فاتت واشتغلوا بقلب مطبلاتي واحد وبقينا نشوف برامج وحلقات خاصة وأفلام وسائقية وأعداد كاملة من الجرائد والمجلات كلهم ما لهم سيسيرة إلا عظمة السيسي وإنجازات السيسي والإعجاز البلح اللي عملوا في البلد في السبع سنين اللي فاتوا والمتعة اللي المصريين شافوها معاه والجمهورية الجديدة اللي عملها على إيده وصرف عليها من جيبه وطبعا كلنا عارفين إن الإعلام عندنا من أوله لآخره مالوش أي رأي يعني اللي سمح الله ولا بتصرف من دماغه كله بيشتغل وبيتحرك بالريموت كنترول اللي في إيد الأجهزة السيادية والأجهزة دي هي اللي بتملي الإعلامين كل حرف بيقولوه أو بيكتبوه وده اللي أكدته مصادر صحفية كتير عن اللي حصل الفترة اللي فاتت وقال لك إن أول ما عيد جلوس السيسي العرش على العرش بدأ يقرب التعليمات والرسائل اللي جاية من التليفون السامسونج لكل الإعلامين ما بطلتش ولا سكتت ثانية واحدة والجهات السيادية الحقيقة ما سابوش أي فرصة للإعلام إنه يجود أو يتصرف من نفسه أو يفكر كل حاجة كانت متحدد من أول إيه هي الإنجازات اللي يتم التركيز عليها والترتيب اللي تتقلبي والمساحة اللي تتخصص للكلام عنها والأرقام اللي يذكروها وحددوا كمان مجموعة جمل ومصطلحات معينة كده عشان الإعلام يكتر منها شوية هو بيطبل ويتك عليها زي جملة الجمهورية الجديدة مثلا اللي بتخبط فوشينا في كل حتة وبقتلزق على شاشة التلفزيون صبح وليل وما بتتشلش والجهات السيادية كمان مشكورة طلعت أوامر لكل القنوات والمواقع والصحف إنهم يقللوا خالص من الأخبار الوحشة اللي من دول الحوادث مثلا أو أي خبر ممكن يكون له مرضوط سلبي عند الناس على الأساس إننا في عيد تولي السيسي يعني ودي أيام مفترجة وما صحش نجيب سيرة أي سلبيات واحنا بنحتفل بمناسبة عظيمة زي دي هي المناسبة في حد ذاتها كفاية أنها تنكد عن ناس يعني فمش معقول نقول لهم سلبيات بقى كمان والحقيقة إن الإعلام خدت تعليمات والأوامر دي وحافظها صام وبدأ يطبقها بالحرف جالت الجمهورية مثلا خدت الأوامر من هنا وصحت الصبح قالت مش كفاية إننا نتكلم عن إنجازات السيسي في جورنال بس لا طبعا ما قام إنجازات معالي أكبر بكتير فقامت عاملة ملحق مخصوص عشان تحكي وتتحاكي عن عظمة السيسي وترحرح كده وتاخد راحتها في التطبيل والتدليس واخترت للملحق عنوان عظيم جدا قالك مصر السيسي الطريق إلى الجمهورية الجديدة سنوات من البناء والتنمية والتقدم تخيل كل التطبيل ده في العنوان بس أم الأهل اللي تكتب جوه الملحق نفسه مين شاف كده بقى؟ جارت الوافد فقالت لا بقى الجمهورية مش أحسن مننا ولا بتحب السيسي قدنا إحنا كمان هنعمل ملحق الحمد لله خير ربنا كتير والورق مفيش أكتر منه ونسمي الملحق بتاعنا باسمه مبتكر وهو مصر تبني الجمهورية الجديدة سبحان الله برضو الجمهورية الجديدة يا محسن الصدف طب وفد بلعوا رئكو شوية الجمهورية في الآخر جريدة قومية إنما أنتم محسوبين علينا أنكم جورنال طالع من حزب معارض إحنا عارفين والله أنكم مش معارضين ولا حاجة وقاعدين تحت رجل السيسي عادي بس برضو بلاش بجاحة يعني الوافد قالوا لا حدش له دعوة ما تحرموناش من الاحتفال بالسيسي هنعمل ملحق يعني هنعمل ملحق ويريتها جيت على قد الملاحق وجملة الجمهورية الجديدة كنا قلنا ماشي ده الموضوع أفور منهم على الآخر ووصل لأن الصحف كلها بدأت تربط بين السبع سنين اللي حكم فيهم السيسي وبين اللفظ القرآني السبع السمان اللي تذكر في سورة يوسف على أساس يقولولنا من تحت لتحت كده إن السيسي نبي زي سيدنا يوسف وبيعمل نفسه معجزاته بالزبط لما شفنا الرابط العجيب ده في مقالة خالد ميري في أخبار اليوم قلنا معلش جاهز الأستاذ خالد تقل في العيار شوية وخد جرع التطبيل زيادة طفحت على المقالة بتاعته بس أكيد الربط بين السيسي وسيدنا يوسف مش متفق عليه يعني ولا فيه تعليمات جاية بيه للفجر ما يوصلش الكرة برضه بس بنبص يا أخويا نلاقي الموضوع عمالي تكرر في كل الصحف والبرامج وكلمة السبع السمان وربطها بحكم السيسي بقت لبانة في بقء كل الإعلامين ده على كده الموضوع مصطفة بقى والربط ده مش جاية عشوائي وفيه تعليمات بيه هو كمان وده الحقيقة مش مستبعد خالص السيسي أساسا من ساعة ما شفنا خلقته وهو قافش إنه مش إنسان عادي وإنه مرفوع عنه الحجار مرة يقول إنه بيشوف رؤى وأحلام بتتنفس ومرة يقول إنه ربنا علمه زي سيدنا سليمان ففكرة إنه نبي دي جواه من زمان وواضح إنه مختنع بيها وشكله عاوز يقنعنا بيها احنا كمان عن طريق طرحها وتكرارها في الإعلام مجلة الأزهر الرسمية بقى ما قالتش السبع السمان زي بقيت الجرائد بس برضو استخدمت لفظ من سورة يوسف وهو سبع سمبلات خضر وربطته بسنين حكم السيسي وكتبت الجمهورية الجديدة سبع سنوات خضر والصحفي جلال حمام كتب في الدستور مقالة اتكلم فيها برضو عن السبع السمان وربطهم بالسيسي بس الأستاذ حمام كتر خيره يعني طب منا ان السبع السمان بتوع السيسي دول مش هيجي وراهم سبع ايجاف ولا حاجة لا خالص ده هيجي بعدهم العام اللي بيغاث فيه الناس وفيه يعصرون متشكرين على إضافة والتوضيحة وساس حمام والله كيف هي تطبيل بقى وارجع العشرة بتاعتك والملاحق اللي نزلت مع الصحف دي بقى بمناسبة عيد تنصيب السيسي ما كانتش كلها مقالات عن إنجازات وأرقام طبيب الفلاسفة بس دي كان فيها كمان إعلانات نصارتها الشركات والمصانع عشان يدعموا السيسي ويهنوه ويدعوله ويقولوله كل سنة وانت معانا ويشكروه إنه تنازل وحكمنا ومن ضمن الإعلانات اللي نزلت إعلان باسم موظفين وعمال شركات التوحيد والنور بيباركوا فيه للسيسي على السنين الجميلة اللي قضاها معاهم والخير اللي شافوه على إيده ومن ضمن الخير اللي شافوه ده بقى إن صاحب شركة التوحيد والنور نفسه اللي هو راجع بالسوركي السيسي حابسه عادي ومتحفز على أمواله وبيحكمه بتهم التمويل الإرهاب زي ما قلنا كان فيه تعليمات واضحة جدا لكل وسائل الإعلام إنهما ما يجيبوا السيرة أي حاجة سلبية اللي مندول أبدا والجهات السيادية بقت مفنجلة عينها وبترائب كل اللي بتكتب وبيتزاع عشان أول ما تلمح حاجة سلبية أو تشم ريحة كلمة ما فيها الشكر أو دعا للسيسي أو تسبيح بحمده تقوم حسفها على طول وشيلاها قبل ما تنتشر وتوصل للناس وده حصل مثلا مع الصحفي عمر الشبكي اللي كتب مقالة في المصر اليوم بيهاجم فيها السياسة الإعلامية في مصر وبينتقدها ويا دوبك المقالة نزلت والحبر اللي كتب بها لسه ما نشيفش قامت اتحزفت على طول وما بقاش لها أثر ومش بس جر ده فيه حملة هجوم محترمة من لقلبك يحبها اتعاملت على عمر الشبكي من كل الجرائد القومية زي الأهرام مثلا اللي اتهمته بشكل مباشر انه بيدعم الإخوان دي كانت الطريقة اللي احتفل بها الإعلام بالسيسي بناء على تعليمات السيسي نفسه كدب وتضليل وتدليس وأرقام مضروبة وجمهورية جديدة وسبع سمان وتطخيم ونفخ في إنجازات ما حصلتش في رأي بيقول ان الأفوار الإعلامية اللي حصلت السنة دي مش طبيعية وأكيد وراها حاجة والليلة الكبيرة والزيطة المعمولة دي تمهيد لمصيبة السيسي ناوي يعملها قريب زي انه يكون عاوز يعدل الدستور تاني مثلا ويحقينه باربع خمس فترات رأسية كمان ولا حاجة أو يلغي تحديد فترات الرأسة خالص ويسيبها كده مفتوحة على البحري ليه ولعياله من بعده رأي تاني بيقول ان الهيصة دي سببها ان المسؤولين عن الإعلام في سلطة السيسي عاوزينه ينبسط منهم ويرضع عنهم أكتر وبيقولونه شافة رياسة احنا خلينا الدنيا كلها تتكلم عن إنجازاتك اللي انت نفسك ما تعرفش انك عملتها والله وبكده يكسبوا ثقته ويثبتوا كفائتهم قدامه عموما لحد ما نشوف السيسي هيعمل فينا ايه تاني بعد ما يخلص احتفالاته بسبوعه وذكر انقلابه ويفضلنا بقى فمعنا اليوم حدودة الواد ما يمون الغفلان يأيل قيمة ساعتين تحت صجرة التوت العجوزة اللي قبل البلد قومي يصحى بعد العصرية ويقول له احكي يا ابن كوم المهاتيك حلمت بايه وانت نايم يكشي تتهال عليك حط الزريبة بعيد والواد يقول قال ايه خير اللهم اجعله خير انه شاف نفسه بيفلح ويزرع في قلب غيطه وعرق الشغل بينقط من جبينه زي المطر وميبص يلاقي شيخ الغفر داخل عليه وبيقول له ان العمدة مبسوط ملي والاجل كده هيريحوا بقية حياته وهايقعدوا على كرسي قدام الغيط ولا كرسي السلاطين وهيحوطوا بالفاكهة من كل ناحية داير داير ايه شعنب وتفاح وموز ومنجة صبحة هيبقوا حواليها على الارض تحت كرسي والوادي يقول طب ومين هيزرع ارضه شيخ الغفر والغفير يرد ويقول له رجالة العمدة هيزرعوها بدالك وقدامك وهيحفظو لك على خيرها وانت قاعد على كرسيك زي الملك متنعم وبتكن فاكتك القصد ميمون يشوف نفسه في الحلم قاعد على الكرسي والفاكهة حواليه على الارض بتاع 10 متر من كل ناحية وغفر العمدة بيزرعو ارضه قباله بس الوادي بقى يشوف حاجات عجيبة الوادي يبص يلاقي رجالة العمدة بيفكوا جاموسته لاجل ما يتبحوها قصاده والوادي لما يشوف كده عقله يشت ويهم نازل من على الكرسي لاجل ما يمنعهم ويحشهم عن جاموسته غيرش مرة واحدة يظهر شيخ الجامع وجنبه المأمور ما تعرفش طلعه من اين وشيخ الجامع يزعق في اوش ميمون ويقوله عاوز تنزل وتدوش برجلك على الفاكهة اللي حوالين الكرسي وانت ماشي هتبوز نعمة ربنا يا كافر وتدهسها ام المأمور يطلع سلاحه ويقول للشيخ واللي يبوز نعمة ربنا يستهل ايه عم الشيخ وشيخ الجامع يقول بعيل وحسه يندرب في المليان يا جنابل بيه وميمون يشوف نفسه في الحلم خايف ومرعوب ام يرتجع وما ينزلش من على كرسيه ويشوف كمان بعينيه الغفر وهم بيشوا لحم جامسته وبياكلوا اقصاده وتاني يوم الوادي يبص يلاقي الغفر بيجرفه ارضه وبيبوروها باديهم وبيبيعوا الطين لصاحب مصنع الطبل احمر اللي برا الزمان والوادي لما جاي ينزل من على الكرسي لاجل ما يمنعهم يفتكر شيخ الجامع والمأمور ام يرتجع عن النزول ويسكن والوادي بقى يصبر نفسه ويقول مش مهم ارضي ولا جامستي بنا برضو حواليا فاكهة تكفيني سنين اكل فيها ومش هتخلص ام الوادي ينبسط ويفرح ويزقطط ويمدي ايده لاجل ما ياكل من الفاكهة بس الفاكهة كانت خلاص عد عليها كام يوم ام عطنت وعفنت ابا الحج والدود سرح فيها وبازت ما بقتش تنفع للأكل والوادي خسر كل حاجة في الحلم ويصحى مفزوع وبعد ما الوادي خلص حكايته نبص البعض ابا الحج وما نفهمش حاجة يا ترى معاناته ايه الحلم دابا الحج وايه تفسيره ونشوفكو على خير ان شاء الله